في أجواء احتفالية رائعة وبحضور جماهيري كبير أقيمت المباراة النهائية لكأس العالم للجنسيات لكرة القدم بين منتخباي السنغال وبروندي برعاية مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي كانت بداية المباراة سريعة بضغط سنغالي أسفر عن هدف مبكر من ركلة ركنية باغتت حارس المنتخب البروندي بعد الهدف كثف لاعب المنتخب البروندي محاولاتهم لتعديل النتيجة في حين عزز المنتخب السنغالي تفوقه بهدف ثاني يصعب من مهمة المنتخب البروندي استمر السجال بوسط الملعب بسيطرة بروندية أثمرت عن هدف تقليص الفارق قبيل نهاية الشوط الأول في الشوط الثاني استمر الضغط من بروندي لإدراك التعادل إلا أن صلابة الدفاع وتألق الحارس السنغالي منعت حدوث ذلك ومن هجمة مرتدة كاد السنغاليون أن ينهو المباراة بهدف ثالث إلا أن تألق الحارس حافظ على آمل بروندي بالمقابل يخطئ حارس السنغال بالاحتفاظ الزائد للكرة فيحتسب الحكم ضربة حرة غير مباشرة تمثل آخر آمل بروندي لكن الدفاع السنغالي تألق في إبعادها وسط حسرة مدرب بروندي ليطلق الحكم صافرة اللقاء معلنا فوز منتخب السنغال بلقب أول بطولة لكأس العالم للجنسيات بالجامعة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر